محمد هاني عايزة وفي شوية عند محمد هاني محتاج ياخد حقه شويتين ثلاثة اربعة اخمسة يعني محمد هاني من اكثر اللاعبين اللي نال انتقادات عظيمة جدا وكبيرة جدا من كل جمعين النادي الاهلي وفي كثير من احيان كان يستحققها بالمناسبة تطور مش طبيعي في المستوى او الاهم بدل تطور يعني انه حالة استفاق لمحمد هاني ومهمة محمد هاني اللي كان نسيها هو نفسه بصوا محمد هاني من اللاعبة اللي انا بشوفها هي دايما مظلومة طول معالي معلول موجود تقول لي ايه الرابط هقولك فنيا في الاول اغلب الاندية اللي بيبقى عندها باكات متطرفة هجوميا ماينفعش الاتنين يكونوا متطرفين لان الاتنين هتفتح في ظهرهم بساحات فهتدخلالك مشكلة في التحولات فماينفعش فبيبقى فيه باك متطرف هجوميا وباك متحفص الناس دايما لما بتيجي تتكلم على محمد هاني يقولك ده ما بيهاجمش ما بيرفعش ما بيتقدمش زيد على فكرة مش عايزة بقى لغا اقولك تسعين في المئة منها بس خلينا اقول ستين سبعين في المئة منها بتبقى تعليمات مدرق ليه؟ انا عالي معلول دلوقتي ده مصنع فرص انا بيقول عليه كده ده منظومة هجومية كاملة صح عشان تحميه لازم يكون حد واقف فرص انا مينفعش يبقى محمد هاني وعالي معلول هما الاتنين يكونوا طيارين هاتقول لي مهم محمد هاني اوقات بيزيد مثلا ما بيرفعش هقولك ان ده طبيعي وما فيش باك كل مطش بيصنع الفكرة محمد هاني في بدايته احنا كنا بيقول عليه ان هو متطرف فجومية صح ان هو راجل بيرقص وبيعمل صح بس المدربين بتعوز منه او بتحتاج منه الحتة الدفاعية دي اكتر من اي حاجة تاني فده شغل مدرب بس انا كنت بلوم على محمد هاني انه اما شكراك على الفترة دي اعموم انا بكلمك قبل كده تمام فترات سابقة كان محمد هاني حتى دفاعية كان عنده مشاكل كثيرة اه هقولك هو عنده مشاكل دفاعية صح بس كان سباهم مدير فني بس في حاجة في الكرة عموما ان دايما ضهر الباك متضغطي هو متعري خلنا انا بقول كده فدايما انت بتدي تعليمات للجناح انه ينزل يحميه نفس الشغل اللي بيعمله مارسل كولار دلوقتي ببيرسي تاو يعني بيرسي تاو هو في ماتش الرجاء انا كتبته قلت قلت ان افضل مدافع في ماتش الرجاء في ماتش العودة هناك كان بيرسي تاو ليه؟ لان بيرسي تاو كان واخد تعليمات انه هو يحمي دهر محمد هاني من التغطية العكسية انت دهرك دايما مكشوف البلاين سايد بتاعك انت متعرفش ايه اللي بيحصل فيه فدايما المهاجم واخد خطوة عليك فالدهر محمد هاني كان دايما مكشوف فمش هيعمل حاجة مش هيقدر يعمل حاجة فهو يبقى مطالب انه هو يحمي اللي قدامه ويحمي دهره طبا مش هينفع صح لان الاجنح مكادش بتنزل فده كان مكشوف فإذا محمد هاني هو كان مظلوم في الحتة دي الحاجة التانية عشان برضو محمد هاني برضو ياخد حقه انا عجبني في حاجة التانية انت ما قلتهاش وانه على المستوى الزهني بأجامت انا بقولك بأجامت ليه بقى؟ ارجع للفرق شمال افريكا عموما فرق بتلعب ألعاب زهنية كده والماتش شغال بتحاول تخرج اللعيبة عن زهنها صح ومحمد هاني كان من اللعيبة اللي بتخرج وكان بيخرج صح تعالا بقى ارجع للماتش الرجاء الهوم والقويه وحتى الماتش ده لأ محمد هاني تعلم البرود البرود انه لدرجة انه هو بقى يسوق عليهم نفس الألعيب دي رمي التماس مثلا بدل ملعبها روح مسيكك كده روح يرميها ده شغل كورة ده موجود في الكورة انت وصلت ان انت بدل ما كنت انت اللي بتخرج لأ انت بقيت بتخرجهم وهم عن تركيزهم يعني انت بتروح تبيع المياه في حرط السقيين يا محمد هاني وده عجبني وده عجبني ان انت لازم تكون صايع الكورة لعبة الشوارع الكورة مبتعترفش بالبدل والكرافات يا كريم كورة لعبة لازم تكون ذاكي حضر زهنيا ذاكي مستوى الزهني والنفسي دلوقتي لا بقى لاعب جامد لاعب يقدر شيل وحاجة مهمة ان هاني فيه منافسة الموسم ده عنده منافسة يعني خالد عفتاح بينزل هيعمل الدور عشر على العشر اقرم توفيق لما كان موجود كان هيعمل الدور عشر على العشر فاذا انت فيه محرك ودافع قوديك كمحمد هاني ان انت تثبت نفسك صح لو فيه محرك الاهم انه انت دلوقتي اوحد في منتخم مصر برافا عليك يعني سبت بقى وانا دايب كنت تقول كده ان محمد هاني انت ليه ناسي انه مفيش باك راية غيرك في مصر يعني مش تغييرها من الباقي بس محمد هاني بقدرات وامكانياته هو بعيد عن اللي حوالي كلهم اللي موجودين في الدولة المصر وفي كورة المصرية بشكل عام هو كان مؤثر جدا في حق نفسه وفي شغله انه يبقى اساسي منتخم مصر من سنين فاتت ده حقيق محمد هاني انا بشوفه باك ممتاز بالنسبة للعاب المصرية او بالنسبة للجودة المصرية الموجودة وعنده قابلية للتطور وبيسمع الكلام هو ملتزم يعني محمد هاني من المدربين دايما تحبه وتحب تشركه وكل المدربين اللي مروا على النادي اهلي في وجود محمد هاني كانت بتفضله لدرجة ان كان فيه مدربين بتفضله على احمد فاتحي بجليد قادره فهو المدربين بتحبه فهو محمد هاني هي مش كلته هو يستمر علي